قبل المعلم وفيه التبجيلة يبدو أن هذا البيت الشعري الشهير ما عاد معمولا به كما يجب هذه الأيام حيث اعتدى أحد الطالب على أحد المدرسين في إحدى مدارس محافظة ذيقار في واقعتنا ثارت غضب الرأي العام في المحافظة الضحية تحدث لنا عن ما جرى له والذي نجى من الموت المحقاق حدث صار أنه وديت أربع طلاب للإدارة واحد من دول الطلاب راح خارج المدرسة مزق سيارتي مزق الغلاف مع سيارتي بالجامعة المهم جاء أحد الطلاب بلغنا بالموضوع جبت الطالب وديتها للإدارة جاء ولي أمره العفو من استدعوه لأمره تم الاعتذار وعلى حسب الأصول ورجع تكمل درسي آني فجأة انسمعت صياح الطالبات يصيحن لا أراديا انتبهت وإذا بالطالب راكب الدراجة نحن طالب راكب الدراجة وأخوه ساحب أقسام علي الحمد لله والشكل اللطف رب العالمين أنه ما صار شيء وطلق عبرتني طلعت أرد أطلع خارج المدرسة أنه أروح بسيارتي واطلاقتين نارية على سيارتي وحدة أجت تجيبية والثانية بالسيارة نقابة المعلمين في ذيقار استنكرت حوادث الاعتداء على الكوادر التدريسية والمدارس فيما أشارت إلى ازدياد هذه الحالات في العام الحالي بشكل ملفت للنظر دون أي تحرك من الجهات المعنية بينما طالب تربويون الدولة بحماية المعلم رافضين الاستهداف المتكرر ضد كوادرهم التي باتت اليوم عرضة للاستهداف قبل الاعتداءات بالألفاظ، بالضروب، بعصى، بغير ذلك يعني في الأشياء نقدر نتلافاها لاقت اليوم أصبحت إطلاق نار يعني اليوم حادثين قبل يومين حادثة في قلعة سكر في ثانوية العزة وحادثة بعدها بيوم واحد فقط في ناحية أور عدادية صفي الدين فإحنا مقبلين على نهاية السنة وإحنا ناشد الجهات الأمنية العليا أن تحقد اجتماع وإحنا مستعدين على استضافة هذه الجهات في نقابة المعلمين لمناقشة الأمر وبدورنا كإشراف تربوي ونقابة المعلمين نطالب الحكومة المركزية على رسال سيد رئيس الوزراء بتفعيل قانون حماية المعلم من جميع جانبه ونطالب كذلك بدورنا كمجتمع مدني من شيوخ الأشائر ووجهاء المناطق بجميع المجالس العشائرية وبجميع المجالس الحسينية بالأخذ دورهم كأسر بحث أولادهم باحترام المعلمين تتفاقم أزمة الاعتداءات المتكررة على الكوادر التربوية التدريسية في محافظة ذيقار يوما بعد يوم دون أي إجراءات حكومية لإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر